السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصفتنا لنا هاليوم طبق صيفي بمقادير بسيطة طريقة التحضير ولا أسهل والبنة التاع وهيلة يعني هاد الوصفة اللي كنت جربوها لبالي حتعجبكم كامل نمر مباشرة نتعرفوا على مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها لهذا الطبق نحتاجوا 3 حبات تعبات نجال كبار شديدهم غسلتهم وقشرتهم قطعتهم مربعات صغيرة وحطيتهم في الما والملح 1 ربع ساعة وصفيتهم وهنا عندي حباب بصل كبيرة مسكرفجة وملح كمون وحد ثلاث مغارف هكا كتاع الزيت جبت مقلا حطيت فيها الزيت وبعد حطيت البصل أنا هنا يا البصل رح يتوفو الروبو وانتو ما تحبو تسكرفجو اسكرفجو نقلي هاد البصل حتى نحسو بداية دبال أنا غير حسيتو بداية دبال حطيت عليها البتنجال كيما قلتلكم البتنجال لازم تحطوه في الما والملح مدة 4 ساعة باش تروح له هديك المرورية اللي فيه وباش ما يشرب لكمش كمية كبيرة تازت ننسيك فاش نخلط البصل والبتنجال ونبعد نحط القطع للمقلا وننقص للنار كامل نديروها قليلة كامل ونخليه حتى يطيب لي نص طياب وننقص لكيما قليل أحطوه غير بداية دبال نحركه وليزم تفقدو المقلا تاهم صغطوه إلا كانت تقيلة تخافو يتحرك احنا حركتو غير شوية وزيت له الملف وشوية تاهمون ثم نغطي على المقلة و دائم من النار قليلة و نخلي حتى يطيب لي البتنجل هنا لا تديروش الماء لن يجيكمش سامط و كيما قلت لكم البتنجل ديروه موربعات صغيرة بشي طيب بالخف هنا بعد ما طابلين نحيت الغطيوات على المقلة و نبقى هكا نحركو و لا يجب شي بقالي فيه الماء خليت وزيت فوق النار واحد لخمس دقائق و نحيت المقلة من النار هنا جبت بطاطا تحبو تفوروها تحبو تغلوها و درت لها شوية تاع الملح و بعدها هي سخونة نلبسها ملح و نزيد لها جبن طاري و حد نص مورفا صغيرة تعزبدة و لا مرقارين انا زيت شوية ملح بس كدوقتها لقيتها نقصة ملح و زيت ثانيك شوية تعاف في اللكحل و هنا عندي معدنوز اللي كنت غسلته و قطعته و نخلطهم كامل كيف كيف و بنسبة و بعدها نضغل بطاطا تخرج بطاطا لا يرسل نحن خلية و نتعزف جبنة و بعدها نضغل بطاطا من الخلطة نضغل بطاطا لها البطاطا من الخلط و نضغل بطاطا وصدرت عجاج ترحم منه مرسو وشنو مديروش كونتيتي كبيرة انا تدرت فيونداشي حق 21000 هكاك ومبعد كسرت حباب بيد وحركت غير شوية ونزيد تلت مغارف كبار تاع الخبز يابس مرحي نجد الخليط يريح 1-5 دقايق حتى لا يبقى ليش هكا جاري ومبعد نشكلو كوريات هنا باش تشكلو كوريات لازم تجيبو الماء باش يعاونكم راني نشمخ في الدية غير شوية وندير كوريات يكونوا شوية كبار ما نديروه مش صغر بزاف نشوفو الحجم التاحهم مش كما تعلمتوهم لا يجو شوية كبار باش تشكلو كوريات راح نقليهم جبت مقلاة درت فيها زيت وخليت هات الزيت يسخن ونحطهم ما يتقلو وهنا لازم تقلوهم في نار تكون ماشي قليلة بس كلو كانت تكون قليلة راح يشربو لكم كمية كبيرة تجيبو زيتين لازم نار تكون متوسطة رايحة شوية قاوية طيبوهم على نار متوسطة قسمة هاتك الفيونداشة طيب 81% وبعد كيندخلوه للفور سيكمل طيابه هنا ما حطيتهم يعني بدو يتحمروا لي من تحته كيتقلبوهم روحوا معاهم غير بشوية كيكونوا هكا سخونين تحسوهم طريين بزاف حيتقسموا وبعد غيري طيبو يبردو راح يشدو روحهم أنا هنه بعد ما كملت طيبتهم مشي هدي هي الكمية كامل قلت لكم خرجت لي كمية كبيرة حطيتهم على ورق مص هكا بش يروح لي كامل هادك الزيت ومبعد جبت لسوستومات بازيليكو تعقلة هاد لسوستومات تليق للطياب ما في البيتزا جسيت هاخترا في بيتزا جاتني هايلا وشنونا نضيب بيها بزاف حطيت شوية على سوستومات ومبعد نستف هادو كل الكوريات تاع البطاطا والبتنجل ما راه يوحد الريحة صدقوني صدقوني هايلا هنا بعد ما استفتهم نزيد ندير فوقهم شوية على سوستومات انا في الطابق مرانيش هندير سوست بي شامال ومانيش هندير تانيك لك خانف خاش هنديرو غير بلا سوستومات وشوية فخوماش وراح يجيل بنا تاعد كما يقولوا تهبل انا كدرتو كلاو عندي يارا ونيهل وما فاقوش كامل بليبتنجل مكانوش قاعد يحبو ياكلو هولي فهاد الوصفة ما فاقوش قاعدين غير ياكلو يقولو بنين بصح معلها بلهم مش كامل وش فيه انتو متانك تقدروا تديروه الاطفال ونضمن لكم باللي ما حاش يفقو كامل باللي فيه باتنجل كما شفتوني ادرت احنا لصوستومات وزيت فوقها شوية عفخوماش غابي ومبعد ندخل هاد المول الفورن اللي كون شعلته مسبقا على درجة حرارة ميتين درجة نشعله من تحتا نخلي قزمه يكمل هاداك البيونداشي طيابه ونزيد نشعله من الفوقه يتحمر لي تحميره خفيفه ونجبده هوليك طبق تاعي بعد ما طاب ما اخداليش وقت طويل نقسم لكم هكا قطعه باش شوفوه كيفاش يجي يشاهي بزاف بنين ما من ريحة تاعو هيله نزيد نقسموه هنا معاكم باش شوفوه كيفاش القاوام تاعو الداخل لح يجي الطريق ومع السل ومتحسوهش كامل باللي يناشف وماجاش ميده هاد الوصفه توالم باش تديروها هكا في الصيف بس كمتشتش اليد وما فيهاش هاداك القليان اللي بزاف وبنينا ووصلنا ذوكا نهاية وصفتنا لنا هاليوم اللي نتمنى انها تكون عجبتكم اذا عجبتكم متنسوش تديرو ليجام وتبرتاجيوها مع الاصديقاء ذوكا مبقى ليغين نقولكم تهلو في روحكم ونتلاقاوا ان شاء الله في وصفات اخرى عن قريب مالسلامة